طبعاً الكل كان مترقب عملية برية لجيش الاحتلال في غزة من أكتر من أسبوعين لكن لغاية دلوقتي الحمد لله ما فيش أي تحركات إسرائيلية على الأرض في القطاع بل إن البعض بدأ يطرح فكرة إن إسرائيل أصبحت عندها تخوف من هزيمة ثقيلة ممكن تكون في انتظارها إذا قررت القيام بعملية برية في القطاع خلونا نتكلم طبعاً عن عدم قدرة إسرائيل على الاجتياح البري لغزة طبعاً احنا كل شوية بنسمع حاجة جزيما بنقول أصل السماء ملبدة بالغيوم فالقوات الطيران مش هيقدر يأمن العملية البرية كل شوية بنلاقي فيه حاجة وعلى مدار أسبوعين احنا بنسمع كل فترة حاجة لكن حتى الآن ما فيش أي تدخل بري عشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على التليفون اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق يا ست الله صباح الخير يا فن أهلاً صباح الخير محمد صباح الخير مننا نبقى الخير على كل المشاهدين في كل مكان يا أهلاً بحضرتك هل قوات الاحتلال قادرة على العملية البرية؟ اللي بتعمله إسرائيل دلوقتي ليه سبب مهم جداً إنها غير قادرة على عملية اكتياح البر عشان تعمل اكتياح بري في العقيدة الإسرائيلية لازم هتنزل محتاجة تنزل خسائر في القوات اللي تحاجمها مش أقل من 90% إلا ما يقوم 100% لحد ما يقدروا يعني لحد دلوقتي مش قادرين يحددوا فيهم فتحات النفقات إيه شكل القوات اللي هيواجهوها في أنفاء وبالتالي هم عم يؤاملوا آلة القتل في المدنيين العزل بالشكل الخسيس اللي احنا شايفينه ده وحد ما هم يكتشفوا فين الأنفق يعني هم بس وانس يكتشفوا لو حتى فتحتين نفق هتلاقي ضربوا القنابل الزلزلية اللي أبعتها لهم أمريكا دي فيها ضخوا غازات سامة فيها لحد دلوقتي مش قادرين فبيعملوا نسبة خسائر عالية عشان يقللوا نسبة خسائر في المقاومة يعني عشان يقللوا خسائرهم هم في حالة إذا فكروا في الاجتياح البر الاجتياح البر ده طبعا هيبقى هو السيناريو الأسوأ لأنه مش بس هيواجهوا الفدائيين أو المقاومة على أرض غزة لكن ده أزرع المقاومة من كل مكان هتنهال عليهم سواء كانت من حزب الله من سوريا اللي هو فيها القدس من العراق من الحسيين في اليمن كل ده هم متوقعين وعملين حسابه ولذلك أمريكا محركة قطع بتاعتها حاملتين الطائرات اللي جايباها إنجلترا باعتها قطع الأسطول كل ده عشان تعمل رد على أزرع المقاومة لا تتدخل وتسيب إسرائيل تعمل آلة القتل بتاعتها في الفلسطينيين العزل لأول مرة في العالم بنشوف العالم كله للأسف يعني الغرب لكل اللي حتى بنبالح في مجلس الأمن كل همهم إن إسرائيل لعل حق أن تدفع عن نفسها طب فين يعني تدفع ضد مين؟ المدنيين الأطفال والنساء نهاردة حدينا خمس تلاف شهيد نصهم أطفال ونساء يعني في أي مجتمع في أي قانون دولي في أي قانون إنساني الكل طبعا بيرفض هذا لكن بكل أسف هو ده الضعف اللي احنا وصلنا له من زمان يعني مش عايز أقول قدراتنا هي اللي هتجبر عدونا على إنه حتى على الأقل يحترمنا مش عايزون يحبنا إنما هذا الضعف وهذا الوهن هو ده السبب اللي بمضرب بالشكل ده الفلسطينيين بيجباحوا قدام العالم كله محدش قادر يقول لإسرائيل لا أمريكا خلوا بالكم من حاجة مهمة جدا اللي بتعملوا أمريكا مع إسرائيل النهاردة يعني ده طبعا مش هيخلي الناس تحب إسرائيل على أقل المحيط العربي وده اللي أمريكا حريص عليه أن تظل إسرائيل منبوزة من المحيط العربي مكروها باستمرار لكي تكون هي إسرائيل دائما في حاجة إلى أمريكا عشان ما تقدرش تعيش من غيرها وبالتالي أمريكا تستخدم إسرائيل استخدام وظيفي في هذه المنطقة لإخضاع المحيط العربي بالاعتداءات الإسرائيلية محتاجين أسلحة يبقى برضو نجيبها من أمريكا عشان نحارب بها إسرائيل الاحتواء المزدوج اللي بتعمله أمريكا ده هي اللي بيخليها تبقى على إسرائيل تساعد إسرائيل أن تتوحش بالشكل اللي احنا شايفينه لكي تظل دائما لاثنين حلاقتهم مرتبطة ببعض ينفذوا مصالحهم ينزلوا الخسائر دي المستفيد الوحيد من اللي بيحصل في المنطقة دي هي أمريكا سيدة الوالة لو إسرائيل أقدمت على عملية برية غير محسوبة هل هتبقى دي فرصة المقاومة الفلسطينية في الثقر؟ مفيش شك ولذلك معنا بنقول ده أحد السيناريوهات وبنسميه السيناريو الأسوأ أو السيناريو المتشائم اللي إسرائيل لو لجأت ليه طبعا هتعرض الرهائن للقتل الأسرة للقتل وإن كان هم عندهم قانون بيبيح لإسرائيل إنها هي نفسها اللي تضرب القتل بتوعهم الأسرة بتوعهم تموتهم ده شيء وارد إنما بالنسبة للرهائن هتجد لسه الدول اللي لها رهائن سواء كان كل الدول الغربية وتلاقي ده بيكلم على رهينة وده على اتنين وده على عشرة هو ده أحد الأسباب اللي يمكن بيضغطوا على إسرائيل لا بس أنا في رأيي لو إسرائيل قدرت تنزل نسبة التدمير اللي بقول عليها أكتر من 90% في المقاومة هتكتاح ولن تعمل أي بال لرد الفعل العالمي ولا للشرع الفلسطيني يعني هم عايزين يشبتوا وجودهم حتى على قدام العالم ردا على عملية طفان الأقصى اللي كانت صفعة قوية جدا للجيش الإسرائيلي ولكل الأنظمة الإسرائيلية سواء كانت استخباراتية أو أي نظام فيها وبالتالي هم كل اللي موقفهم أنه لا المقاومة الفلسطينية قوية مش قادرين يحددوا فين يضربوا مش قادرين يحددوا القوة اللي هيهجموها وبالتالي هتبقى مجزرة مش في الإسرائيليين بس لا في كل المحيط اللي موجود حواليها وده يمكن اللي مخليهم منتظرين يعني ممكن الحال يستمر على كده وممكن شهر ممكن شهرين طالما استمر الحال بالمنظر ده مش قادرين يحددوا فين المقاومة إلا هتربوا طيب سيادة اللوة ريتشارد هيغتو هو المتحدث باسم قوات الاحتلال قال الكل بيتحدث عن عملية برية لكن من الممكن أن يكون هناك أمر آخر دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل السيد أيضا دانيل كيرتز وهو كان سفير لي الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل من عام 2001 إلى 2005 اتكلم قال برضو من الممكن أنه ما يكونش فيه عملية برية لكن من الممكن أن تتم على مراحل نفهم إيه من هذه التصريحات شوف فيه أربع سيناريوهات ما لهمش خامس بسرعة كده السيناريو رقم واحد أن يبقى الحال على ما هو عليه بالشكل لقد يضربه في بعض إلى مالة نهاية وده المجتمع الدولي متراخي ومنتظر المساعدات إلى حد ما تدخل للفلسطينيين يعني العملية تبقى فيها نوع من التوازن إلى حد ما ده بقاء الحال على ما هو عليه الأكثر احتمالا بقاء اللي هم بيتكلموا عنه دلوقتي أن خروج المقاومة زي ما خرج عرفات من لبنان سنة 82 حماس كلها تخرج كده وتاخد معها الرهائن وتاخد معها الأسرة وفي دولة كبيرة تاخدهم توديهم إلى منفى مختار قد تكون إيران ويروحوا هناك ويسلموهم الأسرة يوبا كده حماس حفظت نفسها دون تدمير ودون إراقة دماء وأيضا حفظت على الرهائن وعلى الأسرة وقد يكون هناك أيضا باباد الأسرة من السجون الإسرائيلية ده الاحتمال اللي هو الأكثر وقوعا لأن العالم كلهم برضو عايز مش عايز خسائر فيه الرهائن بتوع ده الاحتمال الأكثر الاحتمال اللي هو الأسود أو السيناريو المتشاهم اللي أنا قلت عليه اللي فيه الاجتياح السيناريو الرابع وده السيناريو المتفائل إنه يقدر الأمم المتحدة ويقدر المجتمع الدولي يضغط ونقف في إطلاق نار ونتفاهم ويبقى فيه تبادل أسرة فيه تقبل منظمة التحرير تبتزي تتدخل وإيه اللي تحكم في غزة وإن كان طبعا هم بالشكل ده يعني حماس بقدر كانت تقدر زي ما بنقول نبدأ تاني نتكلم في حل الدولتين وتستمر الأمور في اللي تمام يا فاندوم واصبة السور زي ما حصل قبل كده في صرصاص المسبوب وعمود الغيم والجرف الصامد وكل ده انتهى بالمفاوضات وتحلت سلمية شكرا جزيلا نسية تلواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ألف شكر لحضرت